السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس اليوم في الوحدة الرابعة القوة 4 إلى 5 قوة التلامس العمودية عندما يكون جسمان في حالة تلامس الماء فإن كل منهما يؤثر بقوة على الآخر وهذه القوة تسمى قوة التلامس العمودية وهي القوة التي تصنع زاوية قائمة مع السطح عندما يكون جسمان على تلامس في الشكل التالي إن قوتين تلامس العموديتين تعملان باتجاهين متعاكسين وهما متساويتان في المقدار فالقدم تؤثر بقوة تلامس عمودية من القدم على الأرض وكذلك الحال فإن الأرض تؤثر بقوة تلامس عمودية من الأرضية على القدم الطفو نعرف قوة الطفو على أنها قوة تتجه إلى الأعلى تؤثر على الجسم المغمور في سائل أو غاز وذلك بسبب فرق الضغط على سطحي الجسم المغمور فعندما يغمر جسم ما في مائع سائل أو غاز فإنه يواجه قوة الطفو التي تدفعه إلى أعلى فقوة الطفو للماء هي التي تحافظ على القوارب طافية وقوة الطفو للهواء هي التي ترفع من طاد الهواء الساخن إلى الأعلى فمثلا عند إسقاط كرة في الهواء فإنها تتأثر بقوة الطفو صغيرة جدا جدا وذلك لأن كثافة الهواء حولها تكون قليلا نسبيا في حين أنها تتأثر بقوة أكبر قليلا وفي نفس اتجاه الطفو وهي قوة مقاومة الهواء ولكن كلا قوتين الطفو ومقاومة الهواء تعملان على دفع الكرة إلى الأعلى في حين أنها تسقط إلى الأسفل بفعل قوة الوزن انتهى درس اليوم ألتجيبكم على خير